احنا كنا بتكلم على المنظومة ككل وحتى كان برح شرحت لنا مسألة الحوكمة انها تكون اجراءات يعني مضمونة 100% محكمة 100% للمنظومة بشكلها المتكامل يمكن انا هفكر اكتر معاحدك بصوت عالي طيب احنا دلوقتي الحمد لله بقنا عندنا بنتسع في المساحة تحت رقع المزروعة عندنا الكلام اللي كان بيكلم فيه برح الرئيس مع دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الزراعة وما الى ذلك انا ايه خطتي او تصوري او طموحي في زيادة الصدرات اللي انا بطلعها سواء كان صدرات زراعية من الحصلات او من المصنعات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا اللي سعيد جدا ان اكون مع حضرتك حضرتك قامة اعلامية وطنية محتربة وليك كتير في نفوس الناس الوطنيين اللي بيحبوا البلد دي لان اعرف ان كل كلمة بتقولها حتى اسلوبك في الكلام اسلوب حد مخلص للبلد دي ده رقم واحد رقم اتنين طبعا انا اللي اسعد ان اكون في التلفزيون المصري لان هذا الكيان اللي شكل وجدان المصريين على مدار عشرات السنين وليه برضو معزة فيه ولو بالناس فده طبعا شرف كبير جدا اكون مع الاتنين مع حضرتك احنا يا بختنا وفي التلفزيون المصري ربنا اخليك حضرتك اه طبعا الكلام اللي هارك بتقوله والاجراءات اللي الدولة بتاخدها في هذا الاطار سواء اطار حماية ملف الامن الغذائي او اطار ان انا اعمق معارفة العالم في سمعة الصادرات المصرية ولعلمك ده نقطة مهمة جدا الحتة ان انا اصدر لأكتر من 160 دول والعالم كله كم دول والعالم كله 190 دول تقريبا بصدر لكل العالم منتجات وسلعب لازم يتكتب على العبوات في اي سوق في هذه البلد ميدن ايجيبت مصر لازم يتكتب على هذه العبوات ودي كل واحدة مديلها معاني كبيرة جدا النقطة المهمة التانية اني طيب عشان اصدر واتوسع في الصادرات ما هلها اجراءات هل فجأة كده ان انا اروح مصدر 6 ونص مليون طن السنة اللي فاتت السنة دي ان شاء الله متوقع يعد السبعة في رقم تاريخي لمصر في ذل هذه الظروف الصعبة سواء على مستوى التجارة العالمية على مستوى الاغلاقات اللي حصلت على مستوى لسه تدعيات الكورونا موجودة والامور السياسية الموجودة في العالم كل هذه الامور وانت عمال صادراتك يحصلها تنمية مش من فراغ ولا من بلاش واضح جدا ان هذه الدولة تعلم جيدا ماذا تفعل ودي بقى النقطة اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها قبل الفقرة ثقافة هو الثقافة مش كراءة وكتابة الثقافة هو ان يعلم كل مواطن عايش في دولة هو الدولة دي مشيه ازاي ثقافة تعامله مع الناس سلوكه اليومي اكله وشربه وتعامله في كل حاجة هي دي الثقافة مش الثقافة النقرة كلمتين واجهت فلسفة عن الناس بيهم دي مش الثقافة فالحرك بتعمله والموضوعات اللي حرك بتفتحها دي جزء كبير جدا ان انا اثقى في هذا الشعب المحترم اللي يستاهل ان يعرف لازم هذا الشعب يعرف هو الدنيا مش ازاي طبعا الامور صعبة شوية عن الناس الامور محتاجة الناس يعرفوا ان احيانا فيه تشابك وتعقيد ما بين العالم كله فيه ظروف اقتصادية فيه كذا فيه كذا لازم يعرف ولازم يكون عنده يعني اثقاء كبيرة جدا ان الدولة دي شغالة لمصلحة الناس بتاعتها ان مصر ماشي في هذا الاتجاه لمصلحة الناس بتاعتها فكل اتجاهات الحفاظ على ملف الامن الغذائي هو في صالح هذا البلد انا يعني لو دورت اقول لحضرتك المحاور ان مصر شغالة عليها كلها لازم تكتب جنبها كلمة لأول مرة في تاريخ مصر لازم تكتب جنبها وبصفة غير مسبوك لازم تكتب جنبها كده فعليا هي كده ترجمة نانسي قنقر